مؤسسات إعلامية هواي إذا تحدثنا عن مؤسسات المرئية إذا تحدثنا عن الإذاعات في البصرة تحديداً قدمت بهذه المؤسسات اشتغلت بيها باختصار تمام استقبلوا قدمت صوت البصرة لمدة شهر و أطلعت كان جهة طوعي أنه طلبت أنه يكون فلوس يعني أنت بحاجة إلى علاج بحاجة إلى علاج طبيعي و أنت ساكن وحدك وبالتالي بحاجة إلى مصرة و يعني كان عندهم كانية كبيرة جداً أفضل من المقدمين فكان ما كان هناك دعم و أنا طلعت وبعض الأفكار ما ترفضنا فأترفت العمل و حالياً من 2014 اللسة رح أقول شيء ولازع لهم عنده كبيرة جداً أنه بالإحلام بالإحراق بحاجة إلى علاقات وبحاجة في بعض الأحيان واسطات فعلي ما كان يمتلك في هذه الأمور فظلت من 2014 اللسة على مواقع التواصل الاجتماعي و الحمد لله يعني قطعت مشهور كبير جداً حالياً